كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المسشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي لمناسبة عيد العمال دعينا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليل نهار لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخيرة